الحمد لله مأساة بعض النساء العربيات في دول الخليج عنوان غريب جدا لكن حقيقة مرة وحمضل في حلوق من ذكرت من النساء ومن معهن من الذرية ايش القصة القصة ان بعض الازواج العرب جاء الى هذا البلاد او ذاك من بلدات الخليج والسوطن البلد ومعه زوجته وعاش فيها معها سنوات وانجب منها بنين وبنات وبعد سنين عدك الثمان والعشر سنوات او اقل او اكثر به سافر الى بلده وتركهم بلا نفقه بلا مال بلا شي تعيشون منه سافر الى بلده الاصلي وتركهم فقراء عالة يتكففون الناس من اين يأكلون ويشربون من يسدد اجرة المسكن من يسدد فاتورة كهرباء من يأتي بلوازم الزوجة ولوازم الابناء لوازم المدرسة لوازم البيت لا احد سفرها بالظالم وتركهم في جوع ثم تبدأ رحلة الشقاء والذل تلك التي تتحملها المسكينة فتبدأ تمد يدها وتتسول المال فيعيشون على فتاة المال التي تحصل عليه او قد لا تحصل عليه ذاك الزوج الظالم ذهب الى اهله وتزوج هناك فلا يسأل عن زوجته واولاده وقد تكون لها زوجتين او ثلاث مع اولادهن تركهن وراح في احضان زوجة جديدة هناك في بلده كثيرات منهن تلجئ للقضاء لطلب الخلع فيهجر الى اكل ازواج الظلمة الزوجات سنين طويلة وربما الدهر كله وليسأل عنهم احياء او اموات فيظلم هذا الذي ارتكبوه فبئس الفعل الذي يفعله والله ان هذا لا يرضي الله عز وجل والظلم ظلمات يوم القيامة يترى ماذا سيقول اولاك الظلمة يوم القيامة يوم تأتي الزوجات المظلومات تطالب بحقها وحقوق ابنائها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة والظالم عموما ما له الا جهنم الحامية هذه رسالة لم اسمع احد يتحدث عنها هذه رسالة لكل ظالم هجر زوجته رسالة لكل ظالم هجر زوجته عله يصلح مؤفسده وتحلل من مظلمته قبل ان يلقى الله وهو عليه غضبان وضحت الرسالة اللهم اني بلغت الله حسنا اشتركوا في القناة